بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج لا تقع فريسة زلة من لسانك لا تقع فريسة بسبب زلة من لسانك سبعة أمور يجب أن تتجنبها في الحديث مع الآخرين وإذا ما تحدثت بها فإنك تفقد احترامك تماما أمام الآخرين الآخرون لا يحترمونك بعد ذلك لا يضعون لك قيمة ووزن ومكانة وإنما ينظرون إليك دائما بعين الاستحقار ويتجنبون الكلام معك يحاولون التقليل من الجلوس معك بل إنهم يشمئزون منك ويوصي أحدهم الآخر لا تجلس معه وحذر منه سبعة أمور تجنبها تماما كما يقول علماؤنا الأعلام أولها عليك أن تتجنب أثناء كلامك مسألة النميمة التي حذر الله سبحانه وتعالى منها كثيرا النميمة هو التحدث بسلبية عن شخص في غيابه لغرض الإفساد بين الطرفين آثارها عظيمة برغم تحقيرنا إياها فكما أن قطرات من الحمض يمكن أن تفسد كميات كبيرة من الحليب ونقاطا من النفط يمكن أن تفسد أفضل أنواع الأغذية أو المياه كذلك النميمة بإمكانها إفساد علاقة متينة ولو استمرت لسنوات خصوصا إذا كانت الغاية فقط هو تقليل شأن فلان أما إذا كانت الغاية هو إنقاذ الآخر لأن فلان الطرف الأول يريد أن يخدع فلان وأنت اكتشفت ذلك أو يكيد لفلان وأنت اكتشفت ذلك فلا بأس بالعكس هذا عمل صالح وتريد أن تنبه الآخر احذر من هذا الشخص الخداع احذر من هذا الشخص الكاذب المنافق إلى غير ذلك أما لا بلا دليل ولا بأي يعني ماذا نقول لا دليل ولا حج لك ولا أي شيء مجرد تريد أن تنتقم منه لأنك لا تحبه أو غير ذلك فهذا يدل بأنك إنسان وضيع إنسان لست بالمحترم لذلك عندما تتحدث بهذه الصورة تحاول أن تقلل قيمة فلان دائما وأبدا وعندما تجلس أنت تعمل على تقليل قيمة الآخرين دائما فلان هكذا فيه عيب مجرد أن يأتي ذكر فلان تقول فلان أيضا فيه عيب وفلان فيه عيب فتكون نماما فلا تحترم بعد ذلك بل إنهم لا يحبونك أبدا ولا يريدون أن يجلسوا معك ولكنهم ماذا يجاملونك في بعض الأمور كذلك مسألة الحديث بإسلوب التعالي كثرة الحديث عن النفس الإنجازات الشخصية وما شابه تسعى دائما أمام الآخرين بأن أنت أنت فقط أنت الذي تفهم أنت الذي تعرف أنت الذي لم تخطئ أبدا أنت كل أشياءك مضبوطة وتريد أن تشعر الآخرين بأنهم مخطئين وبأنهم لن يصلوا إليك وبأنك الواحد الذي لديك رؤية في الحياة ورؤية في كل شيء وهم كأنما تجلس معهم جلسة المعلم مع التلاميذ فهؤلاء شيئا فشيئا يكرهونك ولا يحترمونك ولا يودون الجلوس معك إذا 24 ساعة فقط تتحدث عن نفسك وتحاول أن تجلس معهم دائما جلسة المعلم مع التلاميذ كذلك مسألة اللوم الثالثة عليك أن تتجنب عندما يقع فلان بمشكلة ويمر بأزمة لا تكثر من اللوم دائما وأبدا عندما يشتري سيارة يشتري بيت يبني بيت يتزوج إلى غير ذلك لا تكثر وتقول لو أنك فعلت كذا لو أنك كذا لو أنك كذا بدل أن تساعده وتكثر من لومه أو أنك تلومه على تربية أولاده لو أنك كذا منذ زمن بعيد الإنسان يلوم ولكن بحد كي فلان لا يعيد التجربة ولكن الإكثار من اللوم في كل شيء يجعلك مكروها ولا يحبون الجلوس معك يتجنبونك ولا يشتهون أن يسمعوا كلمة منك كذلك الحديث النقطة الرابعة بسلبية الإنسان السلبي الذي إذا ما اشتريت أنت شيئا قال حافظ عليه نخشى أن ينكسر قريبا عندما يراك تشتري شيئا يعني يقول لا سوف ينكسر تصلح شيئا يقول لا لا سوف يعني يتلف مرة أخرى كلامه كله سلبيا لا أمل فيه كلما تريد أن تقدم على مشروع تريد أن تقدم على شيء يحاول أن يكسر مجاديفك إلى غير ذلك كلما أردت الحديث بشيء معين إنما هو فقط يتكلم بالمعاناة سواء في عمله في بيته في منزله يتكلم يحاول يجعلك دائما أنت أيضا أنت إنسان تعبان لم تلاحظ ذلك يريد أن يشعرك أنت أيضا تعاني وأنك تعيش بهذه الصورة البائسة والتعيسة وأنت لست بمرتاح مع أنك لا تعاني من شيء هذا الشخص السلبي حول قدر الإمكان أن تضرده من حياتك طبعا شخصية مكروهة جدا مع الأسف لا احترام لها ولا تقدير والناس جاملونها من باب ربما من أهلهم أو من أصدقائه كذلك الشخص في النقطة الخامسة كثير الأسئلة الذي يسأل عن كل شيء من أين أتيت بهذا المال من أين أتيت بهذه السيارة كيف أتيت بها كم اشتريت هذا الشيء كم فعلت لماذا فعلت هذا الأمر متى ومتى وأين وإلى غير ذلك 24 ساعة فقد يسأل يريد أن يعرف كل تفاصيل حياتك من باب الحسد من باب يريد أن يشمت إذا وقعت في أمر ما بعد ذلك كثير الأسئلة يكون غير محترام وممل ومزعج والناس لا تحترمه ولا تطيقه أبدا كذلك تبقى في الطريقة السادسة هو الطريقة والأسلوب بعض الأشخاص يقدمون لك نصيحة نعم هي نصيحة ولكنها تأتي على شكل سهم على شكل سكين على شكل خنجر فتتأذى من نصيحته حتى يكون مصداقا لو كنت فضا غليظ القلب لم فض من حولك أسلوبه في النصيحة قبيح جدا مؤذي جدا مؤلم جدا لذلك تكرهه ولا تريد أن تسمع النصيحة ولو كانت في مصلحتك فهذا الشخص يجب أن يتجنب هذا الأمر الطريقة السابعة والأخيرة في الكلام عليك أن تتجنب أسلوب المنتصر الذي يحاول دائما بأنه كل ما يفعله هو صح وما فعلته أنت خطأ كل ما يملكه هو الأفضل والأحسن وما تملكه خطأ هو لديه كل شيء هو الأفضل ما يملكه هو الأفضل وأنت لا تأدي دائما بالنقطة الثانية وليس الأولى حتى لو أنك عفوا تشتري شيئا يحاول أن يقل المنع تقدم على خطوة يحاول أن يقلل منها دائما كأنما هو الحكيم في كل شيء يحاول قدر الإمكان إظهار نفسه برداء الحكمة وبصورة الأشخاص الذين لا يخطئون أبدا في أي شيء مهما كان بسيطا مما يجعلهم يسعون لإثبات ذلك أثناء حديثهم في كل لحظة بل إنك كلما قلت فعلت كذا قال وأنا فعلت كذا ولكن بصورة أفضل ولدي فعل كذا أنا ولدي أيضا فعل ذلك ولكن بصورة أفضل زوجتي فعلت هذا زوجتي تفعل أكثر من ذلك أسلوب المنتصر يتعامل هذه الشخصية قبيحة مكروهة يعني لا يحب أحد أن يتعامل معها هذا ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام عن هذه النفوس المريضة فإذا كنت تتحلى ببعضها تجنب وإن كان عفوا صديقك أو صديقتك تتحلى بهذه الخصار تجنبها لأن هكذا شخصيات تكون نفوسهم ملوثة ونخشى أن نتلوث ورأينا بأم عيننا بأن البعض قد تغير نتيجة أنه يجالس هؤلاء فالذي يمر على الطيب يأخذ من الطيب شيئا والذي يمر على الجيفة لا بد أن تتعلق بثيابه شيئا من رائحة هذه الجيفة برنامج صباحات ولا أيها من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام